في مشهد حزين غلب عليه البكاء أعلن في مدينة حلبشة عن نتائج الفقوصات لاثنين من المفقودين جراء القصف الكيميوي على البلدة وتعرفا على ذويهم بعد مرور حوالي 28 عاما على هذه الحادثة في المراسيم التي جرت لإحياء الذكرى السنوية لتعرض حلبشة للأسلحة الكيميوية تعرف بارزان محمد باقر وهو أحد المفقودين حين كان يبلغ من العمر سنة واحدة آنذاك وأسمه الحقيقي آلان توفيق حمى رحيم على ذويه سعيد جدا لأنني عثرت على ذويه بعد مرور 28 عاما وأستطيع العودة ولكن للأسف علمت بأنني يتيم وفقدت والدي في الحادث كما أعلن في هذه المراسيم عن فحوصات الدي ان اي لسيدة أخرى اسمها الحالي أعظم مسيان ولم يبقى منها أيضا سوى شقيقتها بعد الحادث وتبند عائلة إيرانية هذه الفتاة في وقتها وأخبروها في الآوينة الأخيرة بأنها من ضحايا قصف حلبشة بالأسلحة الكيميوية سعيدت جدا بعودة هؤلاء الشباب والتعرف على ذويهم بعد أن عادت العام الماضي أيضا فتاة أخرى وهي مريم ونتمنى عودت جميع الذين فقدوا في هذه الكارثة حتى لا ينتظر ذويهم ويتم لمشم العوائل وتنتظر حاليا أكثر من 150 عائلة معرفة مصير أطفالهم الذين فقدوهم عند تعرض حلبشة للأسلحة الكيميوية بعد أن عاد حوالي 70 شخصا من إيران ويطلبون إجراء فحص الحمض النووي لهم للتعرف على ذويهم يوم محزن ويوم فرحان شوي لأن استلمت من المفقودين للعائلهم وراء 28 سنة مدينة حلبشة التي تقع على الحدود العراقية الإيرانية تعرضت في الرابع عشر من آذار عام 1988 إلى هجوم بري من قبل القوات العراقية استمر ليومين وفي الساعة الحادية عشر ظهرا من يوم السادس عشر من آذار قصفتها القوات الجوية العراقية بالسلاح الكيميوي أسفر الهجوم عن مقتل حوالي 5000 شخص مع إصابة أكثر من 10 ألاف آخرين أغلبهم من الأطفال والنساء عبد الحميز زيباري الحرة ترجمة نانسي قنقر